موسيقى لغة الضغط الدكتور محمد رضوان الداية موسيقى أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تاريخ الأدب العربي من قديم زمانه نمط من الشعر يجري فيه شاعر على مثال نظمه شاعر آخر قبله أعجبه الوزن وأعجبته القافية وأعجبه المقصد فالنسج على ذلك المنوال وجاراه في اختياره وهذا يسمى المعارضة أو هو فن المعارضة يعني هو يقلده في نهجه وإن بقي على أسلوبه الشخصي وإبداعه وخصوصيته في شعره وهذا شاعر نظم قصيدة على بحر الكامل المجزوء نوع منه هو حسن الإيقاع طيع الحركة مطرب في السمع قال فيه قل للحبيبي أطلت صدك وجعلت صبري فيك وكتك إن شئت أن أسلو فرد علي قلبي فهو عندك أخلفت حتى في زيارتنا بطيف منك وعدك وأنا عليك كما عهدت وإن قط علي عهدك أتظن غصن البان يعجبني وقد عاينت قدك أم يخدع التفاح الحاضي وقد شاهدت خدك والشعر حسن رقيق وهو من العصر المملوكي ولكن في الشعر حيوية وحركة وحسن صياغة وتدفق وهو تدفق في ألفاظ حسنة مأنوسة اجتمع هذا كله ليعطي النص رقة وعذوبة ومثل هذا في الشعر يغري الشعراء بعده باقتفاء أثره من حيث الشكل أي الوزن والقافية ويغري بمجارات موضوعه وهو فن الغزل وهذا النص يذكرنا بقصيدة للأخطر الصغير وهي قصيدة مغناة مشهورة في لغتها وموسيقاها ولحنها يقول فيها عش أنت إني ميت بعدك وأطل إلى ما شئت صدك ما كان ضرك لو عدلت أما رأت عيناك قدك وزعلت من عيني متكأ ومن عيني مهدك ورفعت بي عرش الهوى ورفعت فوق العرش بندك واسترسل الشاعر في القصيدة حتى قال أعضاضة يا روض إن أنا شاقني فشممت وردك وسلامة يا قطر إن أنا راقني فأممت وردك أنقى من الفجر الضحوك فهل أعرت الفجر خدك وقد نظم الشاعران على بحر الكامل المجزوء الذي يتألف كل شطر فيه من تفعيلتين فقط متفاعل متفاعل ثم إن العجزة أعني الشطر الثاني ينتهي بتفعيلة أطول متفاعلات ويعرف هذا الوزن بمجزوء الكامل المرفل ونسمع قوله ما كان ضرك أن عدلت أما رأت عيناك قدك والربط حسن بين اعتدال القامة وهو من علامات الجمال وبين العدل في المحبة والمودة ثم نقرأ من الشعر بعض أبياته قل للحبيب أطلت صدك وجعلت صبري فيك وقدك إن شئت أن أسلو فرد علي قلبي فهو عندك أخلفت حتى في زيارتنا بطيف منك وعدك وأنا عليك كما عهدت وإن نقط علي عهدك أعزائي المستمعين إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغة الضغط الدكتور محمد رضوان الداية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة